بخطوات ثابتة وروح معنوية عالية هكذا بدى العرض العسكري الذي شهدته محافظة المهرة بمناسبة تخريج أول دفعة من قوات الشرطة العسكرية التحاق هذه الدفعة بميدان العمل تم بعد تدريبها ومدها بالآليات والمعدات العسكرية الحديثة بدعم مباشر من قوات تحالف دعم الشرعية خصوصا من المملكة العربية السعودية لتشكل إضافة نوعية لقوات الجيش الوطنية ورفدا لحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة اليوم ندش أن تخرج الدفعة الأولى من الشرطة العسكرية محافظة المهرة وهي نواها الأولى للقوة الأمن الجديدة التي سوف تقوم بمهام متعددة في محافظة المهرة بتوجيهات من فخامة الرئيس الاعتناء والاهتمام بهذه الكتيبة الخاصة من الشرطة العسكرية وبدعم من سمو الأمير فهد بن تركي نتوجه لهم بجزير الشكر لامتنان على كل ما يقدموه لهذه القوة على مدى 45 يوما تلقى خرجو هذه الدفعة مختلف العلوم العسكرية والفنون القتالية إضافة إلى التدرب على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ومهارات الضبط والربط العسكرية والحركة النظامية نشكر فخامة الرئيس عبد الربا منصور هادي المشير ركن عبد الربا منصور هادي على الجهود التي يبدلها في بناء الجيش الوطني وتأسيس الوحدات العسكرية ونشكر غيادة التحالف العربي على كل الدعم والاهتمام الذي أولى نموه في تأسيس الشرطة العسكرية مهام متعددة ستوكل إلى هذه القوات تشمل تأمين المنشآت والمرافق العسكرية وتشكيل حزام أمني داخل المدن وخارجها إضافة إلى مباشرة القضايا الجنائية ومكافحة عمليات الإرهاب عبد الرحمن بن عطية لقناة الإخبارية محافظة المهرة